لتصليط الضوء أكثر على مسيرة ثورة تشرين وللتعليق على مجريتها ينظر ملينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد أصرف دكتور حامد مرحبا بك أهلا وسهلا السلام عليكم أهلا بك دكتور حامد دكتور يعني ما زالت تداعيات مجزرة الناصرية وما تخلى لك من أحراق لخيام المتظاهرين لا زالت مستمرة كيف تقرأ أو تفسر هذا الأسلوب الجديد من قبل القوات الحكومية تجاه المتظاهرين السلمين أولا مساء الخير عليكم جميعا وشكرا جزيلا على الاستضافة تحياتنا لكم ولجمهوركم الكريم الحقيقة تبقى الناصرية قبل ما أدخل في الإجابة على سؤالك المهم جدا تبقى الناصرية فخر المدن العراقية والثائرة وطبعا بالتأكيد من أجل الحرية والاستقلال الوطني المنشود هذا هو هدف الأهالي الناصرية الشجعان الكرام الذين نذروا أنفسهم من أجل حريةهم ومن أجل استقلال البلد من أجل حرية كل الشعب العراقي بالتأكيد الإصرار الغاشم هذا اللي نشوفه من قبل ميليشيات الولي الفقيه والدمج ما نسميهم المجندين الدمج في بعض القوى الأمنية وبعض الفصائل القوات الشغب أو القوات الأمنية بصورة عامة الحقيقة هذا الإصرار جاي من أسباب كثيرة منها هي الأوامر التي تأتي من إيران نتيجة الأزمة واشتداد الأزمة عليها اثنين إحساسهم بأن الوضع أصبح الآن خانق بالنسبة لهم بالنسبة لهذه الميشيات والأحزاب الفاسدة المهيمين على السلطة والإصرار والتحدي الذي موجود في الناصرية وفي بقية المدن العراقية وفي بغداد وكل ساحات الاعتصام هذا دليل قاطع على أنه الشعب العراقي فعلا سائر باتجاه تحقيق النصر إن شاء الله على هذه القوة وإحراز الاستقلال المنشود الحرية لكل شعب دكتور حامد الصراف كيف قرأت بيان سفراء 16 دولة الرافض بشدة والمناقض لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين في العراق والله هذا كان متوقع الحقيقة هذا بعد أن انكسر الصمت ودخلوا إلى مرحلة جديدة من المكاشفة بما يجري في العراق وهذه طبعا نحن صرينا عليه على مدى ثلاثة أشهر الماضية من أنه القضية العراقية يجب أن تعرض أمام كل المحافل الدولية بما فيها مجلس الأمن الدولي وطبعا الدول السباقة بهذا الاتجاه وممثلة منظمة ممثلة الأمم المتحدة في بغداد بلاس خارد أيضا كانت مبادرة بشكل جيد على مراحل متفاوتة في كشف بعض الحقائق والضغط على الحكومة العراقية لكنه بالتأكيد شفنا أنه خلال هذه الأشهر الماضية لا منظمة العفو الدولية ولا منظمات حق الإنسان العالمية نفع التوضيح والضغط والتحذير الذي كان موجه للحكومة العراقية وإلى هذه الفصائل بشكل مباشر أو غير مباشر والأحزاب المهمين على السلطة ما نفع لذلك اجتمعت مجموعة السفراء الأوروبيين وكندا والولايات المتحدة الأمريكية في هذا اليوم وأصدروا هذا البيان الذي يعد بيان مهم جدا رغم أنه البعض منهم من قبل السلطة يعتبروا هذا التدخل بالشؤون الداخلية العراقية لكنه ننظر كشعب عراقي عكس هذا تماما لأن الحكومة فشلت لا توجد هناك حكومة مهيمة على السلطة بشكل واضح دكتور حمد نلاحظ كل هذه الأحداث والتطورات جرت بعد استهداف السفارة الأمريكية أيضا وتحميل الولايات المتحدة الميليشيات المسؤولية عن ما يجري في العراق تنظيمات مسلحة أو شرطة ذيقار تتحدث عن تنظيمات مسلحة هي التي قامت بإحراق الخيام واستهداف المتضغرين يعني هل هذا الأمر يعني يخفى على الرأي العام الدولي يخفى على المجتمع الدولي يعني هذا الإنكار وهذه المراوغة من وجهة نظرك هل سيتم استهداف أو استمرار استهداف المتضغرين وبالتالي تحميل أطراف أخرى مثل ما في الماضي حمل وأطراف الثالث مسؤولية ما يجري لا هو يشوف بالنتيجة لا بد أن نصل إلى يعني نتيجة منتهاها هي أنه أما حماية دولية وأما يعني أما تدويل القضية العراقية وأما الإسراع في إنجاز مهمة سيد رئيس الجمهورية بتكليف شخص يقود الحكومة لتشكيل الحكومة القادمة وينجز مهماتها بإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي دولي وبحماية دولية وهذا طبعا بالنتيجة هو بداية طريق لتحقيق السلم المجتمعي وبالنتيجة أيضا طبعا القضاء والغاء دور الميليشيات ودور الأحزاب الإسلاموية مثل ما سميها التابعة لولاية الفقه باعتبار أنه لا القانون ولا الدستور ولا حتى قانون الانتخابات القادمة يسمح لهذه الميليشيات أن تكون متنفذة لا بمجلس النواب ولا بالحكومة لأن هذه الحكومة الحالية بشكل واضح وكنا نعرف هذه حكومة ميليشيات وليست حكومة مدنية لا يمتلك سيد عادل عبد المهدي أي صلاحية لحد الآن أثبت رغم أنه كان هو يمتلك الصلاحيات لكنه بعد الإقالة أو بعد الاستقالة الحقيقة فقط كل خيوط اللأبة أو كل الإمكانية بأن يتحكم بمفاصل السلطة فالسلطة تحولت إلى ميليشيات وهذا هو السبب الحقيقة عذرا للمقاطعة عذرا للمقاطعة يعني مع استمرار استهداف المتظاهرين السلميين هل يمكن القول بأن بيان الستة عشرة سفارة في بغداد أوروبية وكندا وإلى آخره ممكن أن تكون البوابة لتدويل القضية العراقية وبالتالي وضع حد لعمليات القتل ضد المتظاهرين السلميين هو بالتأكيد لا هو حتى سبقة هذه العملية وأنا على الطلاع كامل بأن هناك ملفات الآن بدأت تفتح هناك تحقيقات دولية يعني محكمة الجنايات الدولية ومحكمة لاهاي يعني محكمة العدد الدولية الحقيقة الآن تطلع يوما بعد يوم على كثير من التفاصيل المصورة والموثقة في عمليات القتل التي تمت لأكثر من خمسمائة شهيد زائد الإصابات الكثيرة التي الآن جاوزت 27 ألف مصاب وقسم منهم إحاقات دائمة تقريبا خمسة ألاف معوق الآن إحنا أدنا هذه عمليا لا يمكن السكوت عنها من الناحية الدولية من ناحية الالتزام بحقوق الإنسان أيضا بالعلاقات الدولية هل الحكومة هذه تمثل دولة أم لا تمثل دولة هل العراق الآن يمتلك حكومة شرعية تدافع عن سلامة الشعب العراقي عن أمن المجتمع هذا بالتأكيد وهذه التساؤلات إذا فقدت الحكومة السيطرة على الوضع الأمني وحماية المواطن العراقي بالتأكيد هذه تصبح مهمة المجتمع بالتأكيد يعني كل المؤشرات تدلوا على أن الحكومة فقدت يعني إمكانية حماية المتظاهرين السلميين ذكرت في بداية الحوار دكتور حامد الصرف أن هناك أوامر من إيران وأن هناك إحساس خانق لدى الميليشيات يعني كيف تفسر يعني يعني إصدار مقتر الصدر بيانا تحدث فيه عن السيادة الوطنية وعن أهمية أن يدافع المتظاهرون عن السيادة الوطنية يعني هذا الحديث عن السيادة الوطنية يعني كيف تفسره في هذا الإطار في حين أن تظاهرات السلمية هي مطالبة بوطن ومطالبة بالكرامة ومطالبة بعدم إشراك كل من شارك في العملية السياسية أو عدم تدوير كل من شارك في العملية السياسية في المرحلة المقبلة لا هذه واضح البيان أنا اطلعت عليه قرية الحقيقة وكتبت ملاحظات كثيرة حتى وصلتها إلى بعض القيادين بالتيار الصدري وأنا احتفظ بعض الأحيانا يعني مثل بيقول قنوات اتصال ووصلت لهم وكانوا أيضا أنا بإحساسي وبإعتراف يعني موجودة عندي تنزيلات من قبلهم أن هناك ندم الآن لأنه تعرف يعني اجتماعات قم اللي حضرها سيد مقتدى الصدر الحقيقة كانت هناك ضغوط كبيرة هناك املاءات نسميها أملاءات من قبل يعني السلطات الإيرانية على الميليشيات وبحضور السيد مقتدى الصدر بأنه يجب أن تسير الأمور باتجاه الضغط لإنهاء التظاهرات الاعتصامات وبالتأكيد يعني التوجه هو لإحراج الولايات المتحدة الأمريكية وهذا أيضا تم توقيت مسألة القصف قصف السفارة الأمريكية صار يومين نحن نشوف الأمور الآن لتتصاعد مقبل الميليشيات رغم إنكارهم رغم أنه الحجد الشعبي نكر وبعض الميليشيات تنكر أنه هم مسؤولين عن القصف الأمور اللي واضحة الآن عزيزي خلينا نكون أيضا مثل ما يقول نربط هذه التطورات الداخلية بتطورات أيضا إقليمية ودولية نحن شفنا أنه محمد جواز ظريف وزير الخارجة الإيراني اقترح على ترام أن يفتح حوار يتفاوض من أجل أنه الأمور ممكن التسهيل أمر أو رفع العقوبات عن إيران هذا فقط اللي كان شرط إيران هو رفع العقوبات وبداية التفاوض ترام رفض هذا الاقتراح يعني وقال له شكرا وظهرت أيضا الترجمة بالفارسية هذا هو رد الفعل رد فعل إيران تصعيد وين التصعيد التصعيد على الساحة العراقية لذلك إحنا ليش نقول دائما إحنا مريد نكون وقود لهذه الدول لا أقليمية ولا ولا تمتح الأمريكية والتوجيه اللي الآن ظهر بشكل واضح في مسار العملية في حراك ونشاط الميليشيات وسيد مقتد الصدر هو التخفيف عن وطأة العقوبات عن إيران شكرا لك الأكاديمي والباحث السياسي دكتور حامد الصرف كنت معنا إبراس قايم شكرا جزيلا لك